بتسويق عضويات النادي الأهلي الجديدة في الفروع الأربعة الخاصة بالنادي مؤتمر طبعاً بيقام في إطار خطة كبيرة جداً حضراتكم عارفين أنه الأهلي طبعاً في السنوات الأخيرة قدر يعمل تفرع على كل مستوات منها ويمكن أبرز أبرزها الحقيقة أبرز مرامحكات متعلقة بتطوير البنية التحتية وزيادة عدد أفرع النادي وفي السياق ده النادي استصبر مبلغ ضخم يعني أعتقد تجاوز المليار ونصف مليار جنيه أو وصل حوالي مليار وستمائة مليون جنيه وبالتالي فيه خطة وفيه رؤية حطتها مجلس الإدارة عشان يتم تسويق الإمكانيات دي بالشكل يتناسب طبعاً مع الاستثمارات الضخمة التي ضخها النادي في خلال السنوات الأربعة الأخيرة وطبعاً مجلس إدارة النادي وشركة فاليو وجهه دعوة طبعاً لعدد كبير جداً من وسائل الإعلام والصحافة وقيادات النادي وبعد طبعاً الشخصيات العامة والشخصيات المتخصصة في مجال التسويق الرياضي عشان يحضر المؤتمر اللي هيتم الإعلام فيه عن كل التفاصيل بكراً إن شاء الله ومن ناحيته طبعاً عضو مجلس إدارة محمد غزاوي المشرف على الملف ده قال إن المؤتمر بكراً إن شاء الله بإذن الله هيترح رؤية النادي بالتعاون مع شركة فاليو عشان يقدموا الرؤية المتعلقة بعضويات تسويق عضويات النادي الأهلي سواء في الداخل أو في الخارج وأكد إنه ده واحد من الأفكار الجديدة اللي هدفها إنها تتقدم ملموس جداً بشكل يتناسب طبعاً مع الطفرة اللي بتشهدها النادي الأهلي على كل المستويات في الفروع الجديدة والتطوير اللي حصل في البنية التحتية وعلى مستوى طبعاً خلينا أقول الطفرة الإنشائية اللي حصلت في النادي في كل فروعه والحقيقة واللي خدت النادي الأهلي في حتة تانية خالص